قدمت فرقة الأنفوشي للإقاعات الشرقية فقرات موسيقية إيقاعية على المصرح الروماني بالمدينة التراثية ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة شهد الحفل مجموعة من العروض الغنائية الفردية التي انتزجت مع آلة الطابلة لتخرج على شكل معزوفة موسيقية غنائية تبعتها مجموعة من الأغاني الجماعية فقرات موسيقية إيقاعية تفاعل معها جمهور المصرح الروماني بعرض فرقة الأنفوشي للإقاعات الشرقية حفل استضافته المدينة التراثية ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية النهاردة الموضوع مختلف تماماً احنا ببساطنا جداً اللي كان فيه جمهور حلو وهو شجعنا اللي احنا نخليه يغني معنا بسيطه وكان متجاوب يعني وكان حياة جميلة جداً في المهرجان النهاردة احنا شاركنا في مهرجان العالمين دي تاني مرة وشاركنا في مهرجان العالمين كان يوم 15 ودي تاني مرة وكان كويس جداً والناس كانت متفاعلة معنا وكنا منزقف وكنا منغني مع بعض ودي من أحلى المهرجان التي تتعاملت وإحنا شاركنا فيها وشهد الحفل مجموعة من السلوهات الغنائية الفردية امتزجت مع آلة الطبلة لتخرج على شكل معزوفة موسيقية غنائية تبعتها مجموعة من الأغاني الجماعية التي لاقت ترحيباً وتصفيقاً ملأ أرجاء المسرح الحفلة بصراكة روعة وكل الناس كانت مستمتعين ومبسطين وكلنا حاجة كانت فوق روعة وجد بأمان الأجوال وطيفة جداً والحفلة الحمدوللى كانت حلوة جداً النهوردة وكانه أبداعه وكانت حلوة الدرامز والمغنيين أول مرة جاء الجامعة جاءتنا أجي المسرح سراحة الضفعة والفاكراء التي أعطيتها حلوة والموسيق لست اللي كانت طوحة جداً كانت مكس بمنا الحاجة القديمة والحاجات الجديدة واللايف اللي كان عاملينه هنا كان حوار الصراحة كانت جامدة جدا أنا أول مرة يجيب بس بجد من بارة من مكان جدا يعني مكان حالو جدا وأكتر حاجة جابيتني وقت ما كنا موجودين هنا من أول حفلة الصراحية كانت كويسة جدا حاجة عظيمة جدا أن مصر تعمل حاجة زي كده هي دلوقتي يعني بتنفس الدول أوروبية من حيث المناظر التبعية والإداءات والحاجات الجميلة اللي فيها دي وإحنا جايين فريق من جامعة اسكندرية فإحنا كلنا مبسوطين بالأجواء دي ونتمنى أنها تتقرر تاني مش هنضيع الفرصة دي أول مرة بصراحة وجيتها بعى جامعة اسكندرية مبسوطة أنهم طلعونا في حاجة زي كده والأجواء كلها بصراحة كانت جميلة جدا والمسرح والناس والتعاون والناس مبتسمة في الوش الناس مفيش حد زعلان من حد الأجواء لطيفة جدا ويأتي حفل فرقة الأنفوشي في إطار حرص مهرجان العالمين الجديدة على تقديم باقة متنوعة من الفعاليات الفنية والثقافية التي تلبي أذواقا مختلفة من شرائح الجمهور كاريم بيبرس التلفزيون المصري